بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في الدرس التالي اليوم. سنرى كيف نقول حرف J in English كي يكون في الكلمات. صحة حرف J سيمبلي حاجة سهلة موش حاجة واعرة. حرف J تقرأ J. ما يتقرأ كما فرنسي J. فرنسي يقبل هذي تقرأ J. بسع في الانجلي يتقرأ J كما العربية. هذه كيف نقرأها؟ نقرأها Jacket لما عندها جاقيطة. هذه نقرأها June لما عندها جوان. وهذه نقرأها July لما عندها جويليا. كيف قلناها جو جو جو. هنا عدنا ثمانية يعطيتكم أشرة كلمات تقرأوهم لي. كون باريو كيف نقرأها هنا ومدوا نقطة لأشرة. علما أنه أنا قريتكم في الدرس السابقة كيف نقرأها الفاولز هذي هم الفاولز. اللي يجوا مع الحروف كيف نقرأهم؟ ستكون يعني مراجعة للدرس السابقة. نبدأ. عدنا هذي كيف نقرأها نقرأها job. قلنا باللي الأو كي يكون وحده في الكلمات نقرأها أو. لو كذي نقرأها job مع أنتها خدمة. هذي كيف نقرأها نقرأها جوين. قلنا كي يكون الأو قدام الآي يعني نقرأها أوي. لو كذي جوين. هذي نقرأها journalist مع أنتها صحافي. هذي jeans اللي مع أنتها سر ويلت على الجين. قلنا بالليل في معظم الأحيان تقرأ إي. لو كذي jeans. هذي نقرأها jump مع أنتها يقفز. jump. قلنا بالليل كي تكون وحدها الفاول الواحد في الكلمة نقرأها a. لو كذي jump. jump. لو كذي جام. نقرأها jump مع أنتها المعجون. نروح لهذي. هذي نقرأها joy مع أنتها المتعة. هذي نقرأها jalis. هذي تقرأ a. أنا في الحالة هذي تقرأ a. جالس. جالس مع أنتها غير. هذي نقرأها jogging. jogging مع أنتها footing. هل نقوله يلبس jogging. نحن يطوله jogging. هذي سيرفت مون يلبسوها كي يدروا footing. هذي كالكلمة جاي من لونجلي. هذي يطولها jogging. jogging مع أنتها footing. عدنا joke مع أنتها نكتة. لو كذي قلنا بالليل O. كي يكون موراها E. في الكلمة نقرأها O. هذي هذا جوك. هذا بالدرس تالي. يمدرس بسط جدا. شكرا على المتابع إصغاء.